منح وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أنفسهم مهلة أسبوع لتسوية الأزمة العالقة بين قطر وثلاثة من أعضائه الآخرين وكانت السعودية والإمارات والكويت قد استدعت في الخامس من مارس الماضي سفراءها في الدوحة في سابقة هي الأولى من نوعيها متهمة قطر بالتدخل في شؤونها وزعزاعة استقرار المنطقة ودعم تيارات الإسلام السياسي ومذ ذلك التاريخ والأزمة تراوح مكانها دون وجود مخرج لها وكان وزير خارجية قطر خالد العطية قد أعلن في أبريل الماضي ومن الكويت أن الأزمة انتهت دون تنازل من أي من الجانبين وأنه لم يتبقى سوى إعادة السفراء إلى الدوحة ولكن يبدو أنه كان تصريحا من طرف واحد ولم يرجع السفراء والمتأمل للقرار الجديد ومهلة الأسبوع يقرأ أن أهل البيت الخليجي عزمون على طي هذا الملف وبأسرع ما يمكن في ظل ظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة والتهديد الحقيقي الذي يطالها باتساع رقعة القتال في كثير من دول الجوار وبروز الحركات الإسلامية المتشددة وتمددها في المنطقة ما يشكل تهديدا للأمن العام في ظل تجاذبات دولية واتهامات متبادلة بدعم أطراف بعينها بجانب الهيمنة الإيرانية على المنطقة وسيطرتها على القرار في دول مثل سوريا والعراق ويبقى السؤال الأبرز وهو كيفية التوصل لحل يرضي كل الأطراف فالدوحة عربت أكثر من مرة أنها لا تقوض الأمن الخليجي وأن ما تقوم به من أعمال وأفعال يأتي في إطار سياستها الداخلية وتحت حقوقها السيادية في حين تتمسك الأطراف الأخرى بكل مطالبها حتى يعود البيت الخليجي إلى سابق عهده فلتنجح مهلة الأسبوع في حل حالة تراكمة أشهر؟ إن غدا لناظره قريب